اهلا بكم مجددا اعلن قائد ميليشيا قصد التي تقودها الوحدات الكردية مظلوم عبدي اعلن شروط ما يسمى بالادارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا لاجراء حوار مع النظام والتي رفضها اكثر من مرة كما فشلت اخر مفاوضات بين الطرفين بسبب اصرار النظام على تخلي الاكراد عن فكرة الادارات الذاتية التي تقيمها تقرير التالي ونعود للحديث بهذه الكلمات ارد بشار الجعفري مندوب نظام اسد في الامم المتحدة على سؤال حول اقامة مناطق الادارة الذاتية في سوريا في مؤتمر استنى عام 2017 لا يوجد شيء اسم مناطق كردية في شمال سوريا وبهذه الكلمات ايضا انكر بشار الجعفري وجود مناطق كردية في سوريا ولكن تصر ميليشيا قصد التي تقودها الوحدات الكردية على وضع شروط جديدة والتصريح بامكانية التفاوض مع نظام اسد في حالة تمت الموافقة على شروطها اخر هذه التصريحات جاء على لسان قائد الميليشيا مظلوم عبدي الذي تحدث عن شروط ما يسمى بالادارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا لاجراء حوار مع النظام وقال عبدي في كلمة القاها خلال جلسة للمجلس العام في الادارة الذاتية ان سوريا بدون مناطق شمالها وشرقها ستكون دولة فاشلة واضاف عبدي ان شروط الادارة الذاتية للتفاوض مع النظام تتلخص في الاعتراف بالادارات الموجودة بما فيها الادارة العامة لشمال وشرق سوريا والاعتراف بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية ومسؤوليتها الكاملة عن الملف العسكري والامني في مناطق الادارة الذاتية وكانت قصد ابدت استعدادها في اكثر من مرة للتفاوض مع النظام وفشلت اخر مفاوضات بين الطرفين بسبب اصرار النظام على تخلي الاكراد نهائيا عن فكرة الادارات الذاتية فمتى ستفقد قصد الامل في تجريب المجرب واجراء تفاوض مع نظام اسد الذي رفض مرارا وتكرارا الاعتراف بأي حق للأكراد ام ان لهذا قصد وراء النظام للاعتراف باداراتها الذاتية هو لعدم ثقتها بحلافائها الامريكيين من جهة والتحالف الدولي من جهة اخرى حول هذا الموضوع ينضم الينا المحلل السياسي من غازي انتاب احمد القاسم اهلا بك كما ينضم الينا الكاتب الصحفي نورس العرفي معنا من اسطنبول مساء الخير واهلا بكم دعني ابدأ معك استاذ نورس الى اليوم لدى قصد امل بالتفاوض والحوار مع نظام اسد متى ستفقد قصد هذا الامال بعد كل الرفض الذي وصلها سابقا اهلا بك زميلة حلاو باسادة مشاهدي قناة اوريانت حقيقة نحن عندما نتحدث عن قصد لا نتحدث عن المكون الكردي بشكل عام نتحدث عن هذا المكون وما سأقوله لا يعجب مويدي قصد بشكل عام قصد لا تعرف ماذا تريد تريد ان تنضم الى المعارضة والان هناك تسريبات بان هناك اجتماع رياض ثلاثة لادخال قصد مع المعارضة وتريد ان تتفاوض مع النظام مستقلة وتأخذ ادارة ذاتية وتحصل عليها قصد بادارتها لا تعلم ماذا تريد ذلك بكل بساطة لان القرار ليس بيدها القرار بيد من يدعمها القرار بيد امريكا حاليا لانها تدعم قصد قصد عندما شعرت بالخطر وصرحت رامب بان القوات الامريكية ستنسحب ذهبت الى فرنسا وبدأت تغازل النظام وتبحث عن وسائل دعم اخرى قصد ليس لها قرار سياسي واضح لا تعرف ماذا تريد لا تعرف اين تتوجه بالاساس توجه قصد الى دير الزور والى تلك المناطق لم يكن بارادتها كان باوامر امريكية اذا بوصلت قصد مفقودة لا تعرف اين تتوجه لا تعرف ماذا تريد لذلك نرى التخبط بتصريحاتها مطلوب كوباني يقول يجب الاعتراف بالادارة الذاتية ويجب وإلا ستكون سوريا فاشلة قبل ايام كان هناك مغازلة من درار لنظام الاسد كان هناك محاولة الانفاوضات الاخيرة التي تحدثتم عنها قبل قليل بتقريركم وكان هناك ايضا ذهاب لدمشق والحديث عن ليس ادارة ذاتية قصد قبلت بتقاسم المناطق التي تسيطر عليها هي والنظام لم يقبل النظام بالانتخابات الادارة المحلية ونعلم ماذا حصل من اعتقالات انذاك ومن توترات بين قصد والنظام قصد يريد ان يصبح جزءا من المعارضة وينضم عن طريق الرياض ثلاثة الى المعارضة وهو يتقاسم مناطق سيطرة مع نظام الاسد بكل ود لا يخلو الامر من بعض المشاحنات لكن بشكل نعم هو يتقاسمها بكل ود وحب وذلك في الحسكة والقامش لاذا بوصلت قصد ضائعة ولا تعلم ماذا تريد استاذ احمد هل فعلا بوصلت قصد ضائعة ولا تعلم ماذا تريد وخصوصا بحسب ما ذكر الاستاذ نورس انه القرار بيد من يدعم قصد وهي تبحث عن من يدعمها اليوم مساء الخير اليك وللمشاهدين الكرام اهلا فيك حقيقة يعني موضوع قصد هو يعني انطلقت من تشكيل وحدات الحماية الكردية اللي كانت ولا زال يديرها بايا حزب الاتحاد الديمقراطي يعني هذا الحزب اللي يقود هذه القوات حقيقة الامر والمناطق التي تديرها يعني سلمت لها بالتوافق او مع النظام مع النظام دمشق فلذلك يعني بعد ما توسعت منطقة وحدات الحماية وتشكيل قوات قصد واندمام قوات غير الكردية اليها وخاصة بعد تحرير كوباني من داعش والاتفاق مع التحالف الدولي يعني رأت نفسها اللاعب الاساسي على الساحة السورية ولكن الساد احمد هل فعلا اليوم قصد هي لاعب اساسي على الساحة السورية وخصوصا في ظل التخبط الذي نراه من قصد يعني رفض الحديث مع قصد من قبل نظام اسد اكثر من مرة اليوم هي مجددا تقول انه قصد هي جاهزة مجددا للحوار وفق شروط هل فعلا هناك من يصغي لشروط قصد النظام دائما بتردد انه نحن نحن اللي سلمنا هالمناطق للقصد وقدمنا لها الاموال والسلاح وعليها ان تتخلى عن هذه المناطق لقوات سوريا وبالتالي فالنظام دمشق لا لا يعترف ابدا لا بشروط قصد ولا بالإدارة الذاتية اللي قصد ترى انه من حقها ان تستمر قصد يعني فعلا في تخبط خوفا من الانسحاب الامريكي يعني يعني لو لو القصد تتأكد انه امريكا راح تبقى الى امد فويل ما راح تفاوت لا مع النظام ولا مع غيرها لانها مرتاحة مع امريكا لكن خوفا من انسحاب القوات الامريكي حينها ستواجه قصد قوتين قوات النظام من جهة وقوات تركيا من الشمال وبذلك يعني وبالنتيجة راح تضيع كل شي يعني نهاية فعلا صعبة جدا لذلك القصد تسعى الى ان تأخذ ولو اعتراف يعني شفه من النظام لذلك النظام ما راح يعترف لا اليوم ولا غدا والنظام وهو ما اثبته مرارا وتكرارا استاذ احمد يعني في اكثر مرارا تمت تمت تعامل مع قصد بعدم اهتمام من قبل نظام استاذ نورس يعني هل فقدت قصد ثقتها اليوم بالولايات المتحدة الامريكية وبالتحالف الدولي لذلك تسعى جاهدة للبحث عن شريك ما السؤال لي نعم استاذ نورس تفضل نعم نعم قصد بشكل عام كما اويد الاستاذ القاسم بما جاء به قصد بالاساس لا تثق بامريكا قصد تعلم بانها ورقة بيد امريكا تلعب بها الان وعندما تنتهي منها سترمي بها قصد تبحث عن بدائل تريد ان تتقرب من النظام لكن النظام لا يتقرب منها لعدة اسفاد اهمها انه انه اندما يريد ان يتحدث قصد يتحدث مع من يدعمها بشكل مباشر النظام يستقوي بروسيا التي تدعمه دعما منقطع النظير النظام ايضا متغلغل بقصد ولديه الكثير من الاعوان داخل قصد ولا ابالغ ان قلت حتى داخل قياداتها في مناطق قصد لديه الكثير من الاعوان من الخلايا النامة التي يستطيع ان يحركها متى شاء وان يخلخل قصد من الداخل ان كان في الحسكة فالقامش لفرقة في دير الزور في كل مناطق سيطرة قصد اعود الى اسوال والى قصد قصد نعم لا تثق بامريكا الدليل بمجرد تصريحات لترامب تصريحات ترامب التي نعلم منذ استلامه منذ توليه السلطة هناك تصريحات متفاوتة له تصريحات غير مسؤولة متسرعة على تويتر ومن ثم عبر ادارته عبر التصريحات المضادة من الكونغرس يعني بشقيه الشيوخ يتم ايقاف تلك التصريحات بالرغم من ذلك بدأت قصد بالبحث عن بديل وبدأت بزيارة فرنسا بدأت بال صحيح طيب دعنا نتحدث قليلا أستاذ نورس عن قيمة الشروط التي تضعها قصد اليوم لهذه الحوارات هل فعلا لهذه الشروط اي قيمة ان كان لدى قصد او ان كان للاطراف التي تدعو قصد للحوار معها قصد تضع الشروط لكنها تعلم بان لن يلقى لها بالا من النظام النظام سيدتي رفض حتى المشاركة مجرد المشاركة بالحسكة والقامش بان تدخل قصد في الانتخابات البلديات رفض مجرد ذلك كما قلت لأسباب عديدة لان لديه مقونات القوة لرفض شروط قصد الان هو لا يلقي لها بالا هو يعلم بان قصد مع من يدعمها لا ننسى التقارب بين النظام وامريكا من تحت الطاولة من يظن بان التصريحات التي تطلقها امريكا حول نظام الاسد وعدم شرعيته واليطاح بنظام الاسد هذا كله بربوغندا اعلامية من ابقى نظام الاسد الى الان امريكا واسرائيل فالنظام يعلم بان وراءه اسرائيل واسرائيل بتصريحات ساستية هذا الامر لسنا نحن من نقوله بتصريحات ساستية يريدون نظام الاسد بالتالي امريكا تنفذ ما تريده اسرائيل لذلك كل شروط قصد لا يلقي لها النظام بالا نعم طيب استاذ نورس باختصار جدا موقف روسيا اليوم من هذه الدعوات للحوار هل تعتقد انه من الممكن ان يكون هناك يعني لقصد بعد محاولات الاستجداء الطويلة التي تقوم بها يعني هي دعت للحوار اكثر من مرة هي ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن هذا الموضوع ما هو موقف روسيا من هذه الدعوات المتكررة روسيا تقف متفرجة تنظر الى تلك الدعوات تعطي بعض الاحيان تعطي نظام الاسد التعليمات بان ترد بكذا وكذا لكنها تعلم بان قصد ليس لها تلك القيمة الكبيرة روسيا لا يمكن ان تتقرب لقصد في ظل تغلغلها مع القوات الامريكية وتنفيذها لما تريد امريكا بالمقابل لديها ورقة ضغط كبيرة روسيا لديها ورقة ضغط كبيرة بالنسبة للشمال السوري وبالنسبة لتركيا الان ربما هناك يعني بعض الخلاف بين انقرة وموسكو لكن بالنتيجة هما حليفان وهناك ورقة ضغط بيد روسيا على قصد بالنسبة للشمال السوري بالوقوف مع تركيا اذا روسيا تتفرج لكنها تعلم جيدا بان قرار النظام وكل تلك المفاوضات لن تمر الا بعد موافقة روسيا واعطاء الموافقة والامر على ذلك من موسكو وليس من دمشق شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي نورس العرفي كنت معنا من الصنبول شكر ايضا للمحلل السياسي من غازي عن تاب الاستاذ احمد القاسم شاهدين بهذا نصل الى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا نعود ونلقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة